المتحدث باسم الخارجي الأمريكي كيسفل النظام العسكري الجزائري بخصوص اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء وإسبانيا تنفي نفيا قاطعا وجود أي مقترح لتقسيم الصحراء لأمم المتحدة تكذب رواية تقسيم الصحراء المغربية وديمستورا كيف الجرح وكيقول جزائر هي من تريد تقسيم الصحراء فهو مقترح جزائري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعي الكرام أهلا وسهلا بكم محبابكم في هذا الفيديو اللي كانت منى وتكونوا بخير على خير وفي أحسن الأحوال دائما معكم اختكم لبناء من قناتكم المتواضع اللبنانيوز واللي كانت منى وأنكم تدعمونا بلايك تبرتجوا هذا القناة وما تنسوش كتابة التعاليق فعلى بركة الله نبدو موضوعنا لليوم في البرح يخواني أخواتي تخلق واحد الجدل الجدل ديال تقرير ديمستورا وشكون اللي خرج هذا الجدل هي الوكالة ديال رويترز اللي خرجت واحد الكلام اللي أغضب المغربة وهذا التقرير يتكلم على تقسيم صحراء المغربية واللي قالت باللي تسرب لها خبر أثناء تقديم الإحاطة ديال المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا في مجلس الأمن اللي اقترح ديمستورا على المغرب يقسم صحراء دياله على نصفين وحد نصي عطيه البوليزاريو بين قوسين للجزائر والنصف الآخر للمغرب وقال باللي المنتظر الدولي قد يعتار بسيادة المملكة لذلك النصف اللي تعطى المغرب فعنا كذلك مصادر مغربية خرجت وقد قل لنا مصادر مغربية بحالة 360 وهاس بريس واحتراء المغرب 24 كيأكدوا باللي ديمستورا ترح في كرة التقسيم وهما تطلعون للفقارات اللي ترح فيها ديمستورا التقسيم وليس هذا فقط نقلاً على الإحاطة كيقول ديمستورا بأنه الفكرة حضيت بإيشادة بعض الدول وهنا بطبيعة الحالم اللي يتكلم ديمستورا على إيشادة بعض الدول يعني الدول اللي كتدعم هاد المقترح هي جنوب إفريقيا والجزائر هي اللولة يعني هاده هما الدول اللي كيأكدوا أو هما اللي بغيين الفكرة ديال التقسيم وحسب الإحاطة ديال ديمستورا حسب يعني المصادر واللي تطلعوا لها المواقع المغربية كيقول بلي المغرب رفضها رفضاً تاماً وهذا المقترح دياله جاء لصالح المغرب حسب هسبريس كتقول بأنه هاد المقترح فضح الجزائر أمام العالم وأصلاً ديمستورا قل بلي هاد المقترح رهما شي دياله هاد المقترح هو مقترح قديم جداً هاد المقترح فقط هو أحياه من جديد لأنه مقترح جزائري في الأصل فهو ترجع للنقاش حول الأطماع الجزائرية فعهد بوتفليقة هو اللي يطرح الفكرة ديال لتقسيم الصحراء المغربية لكن كتخرج لنا كذلك موقع ديال مغوك إبدو ولي كيقول هاد الموقع بلي توصله مع مصادر أمامية يعني مصادر من الأمم المتحدة وقال لهم لا وجود لهذا التقسيم في تقرير ديال ستيفان ديميستورا بل حسب الموقع ديال مغرب أو مغوك إبدو هو فقط واحد جس النبض أما هاد الكلام فراه ما كانش في التقارير والاحتفل المحاضر فقط كان رأي وبس يعني كان غير واحد الرأي أو أنه جبد هاد الكلام قال لهم هاد شي اللي كانت اقترحات الجزائر يعني منقبل يعني ما كانش مقترح ديال ديميستورا بل كان غير رأي وجبد أو يعني استحضر المقترح الجزائري فمباشرة بعد هاد الخبر ديال مغوك يبدو شنو غد ديالجزائر أو البوليزاريو بين قوسين الجزائر قال لك حقا والواد البوليزاريو رافضها تقسيم البوليزاريو قال لك يتخذ الصحراء كاملة هي رافضة تقسيم ديال الصحراء يعني بردين الصحراء كاملة اللي عمرهم بيحلموا بيها ولو في الأحلام وهذا الشي أصلا كان طلب ديالجزائر في ألفين وجوج ما اللي كانت تكلموا عن البوليزاريو كانت تكلموا للجزائر الصانعة ديالها وهي اللي عندها أطمع في الصحراء المغربية في ألفين وجوج أصلا المغرب راه ما قبلش هذا المقترح ديالتقسيم باش اليوم بعد مرور 24 سنة أو 22 سنة على أن الجزائر طلبات تقسيم الصحراء ما بين البوليزاريو والمغرب اليوم المغربي يقبل بهذا المقترح والمغرب اليوم راه في موقف قوة مش بحلش حال هذي اليوم اعترافات متتالية اليوم قنصليات في الصحراء المغربية فالمغرب في هذا القوة يقبل بهذا المقترح البس المقترح اللي سخن عليهم رأسهم وجبدوه يعني مقترح اللي ما كان حتى شي مغربي اللي غادي قبلو أصلا راح تردم استوراق لها قال باللي كان واحد دعم دولي كبير حول مقترح الحكم الداتي معتبرا أن الوقت قد حال لاستكشف كيفية تطبيق الحكم الداتي وقال أنه شعر بالارتياح حين تناقش مع وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة الذي أظهر تفاهمه لتوسيع وتوضيح المقترح المغربي دي الحكم الداتي كذلك أخواني أخواتي فهد روينا أو فهد الجدال قد تخرج إسبانيا وغادي جدد اعترافها وغادي تنفي نفيا قاطعا ووجود أي مقترح لتقسيم الصحراء فالتصريح غادي خرج من رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانتشيز واللي كيقول أن لا علم له بمقترح تقسيم الصحراء المغربية الذي طرحها المبعوط أو الذي طرحه المبعوط الأممي الخاص للصحراء ستيفان ديمستورا وسئلة سانتشيز عن هذا المقترح في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بروكسيل في ختام اجتماع المجلس الأوروبي فسانتشيز أكد أنه ليس على علم بالمقترح وأنه حتى دراسته لا يستطيع إبداء الرأي فيه لأنه أصلا ما كانش مقترح كذلك غادي خرج بيان من وزارة الخارجية الإسبانيا واللي غادي تجدد في إسبانيا دعم الحكومة الإسبانيا لمغربية الصحراء باعتبارها والسبيل الوحيد لحل النزاع المفتعل كذلك أخواني أخواتي في ظل هذا الجدل غادي خرج المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية بعدما تطرح عليه واحد السؤال من أحد الصحفيين حول وش ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية كتعتار بمغربية الصحراء فشوفوا شنو غادي يقول المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية فهذا المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية قالها بصريح العبارة فلا يوجد أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الموقف من الصحراء المغربية يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعترف بمغربية الصحراء عكس ما يدعيه النظام العسكري الجزائري واللي كينشر أخبار مزورة ومفبركة أو يقول بلي الولايات المتحدة الأمريكية سحبات الاعتراف بمغربية الصحراء مع العلم أن الاعتراف هو ساري المفعول داخل الجريدة وداخل السجل الفيدرالي ولا يمكن سحب هذا الاعتراف إلا بقرار من الرئيس الأمريكي الحالي إذن إخواني أخواتي هذا هو الخبر ديالنا الصفعة تتوال على النظام العسكري الجزائري والهزائم كذلك على النظام العسكري الجزائري واليوم رهن كرقص رقصة الدك المدبوح إذن إخواني أخواتي وصلنا النهاية لهذا الفيديو تحية لكم كبيرة شكرا للحزن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته